السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين وساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء أجوانا هذه الأيام أجواء معتدلة درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 31 إلى 34 درجة مئوية بينما درجات الحرارة الصغرى تميل إلى برودة خاصة في مناطق الصحراوية وتوقع أن تتراوح ما بين 14 إلى 18 درجة مئوية تقص الحالي في بدينات الكويت سماء صافية إلى غائمة جزيا استمرار في رياح الشمالية الغربية سرعتها 15 كم في الساعة درجة الحرارة الحالية 27 درجة مئوية رطوبة نصبية 18 بالمئة روية نفقية متدنية نوعا ما 7 كم الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة مناسبة لموارسة جميع الأنشطة البحرية ارتفاع الموج تراوح من 2 إلى 4 قدم التيارات المائلة تزال ضعيفة في فترات الحمل أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت ساعة 4 و 17 دقيقة موعد شروق الشمس ساعة 5 و 37 دقيقة موعد أذان المغرب ساعة 6 و 7 دقيقة بالنسبة للطرس متوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام المقبلة اليوم مباشر الأجواء ستكون معتدلة هناك تكونات بعض الصحب استمرار في رياح الجنوب الشمالية الغربية اليوم جدا من يوم الثلاثة ستبدأ الرياح بالتحول إلى رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة من 10 إلى 30 كم في الساعة يوم الأربع والخميس هناك حالة جوية منتظرة إن شاء الله في فرص الامطار وكذلك نشاط في الرياح رح يبدأ ويانا من الأربع بالليل ويستمر ويانا خلال يوم الخميس وكذلك في بداية يوم الجمعة درجات الحرارة رح تكون متفاوية ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية العظمى الصغرى من 21 إلى 24 درجة مئوية أعزائي ومشاهدين أشكر لكم حسو متابعة ونأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر